وجدت فقرة الأخبار اللطيفة الخفيفة كده اللي نعرضها على حضراتكو كل يوم عشان نفصل ما بين الأخبار اللي ممكن تكون دسمة شوية دايماً العالم كله بيهتم بفكرة الفصح والمتاحف والأثار يعني لما يبقى في دولة زي مصر كده لازم يكون عندك متاحف كتيرة تكفي مختلف الحضارات اللي عدت على البلد وأثارها وإحنا ابتدينا فيه متحف شرم الشيخ فيه متحف غردقة فيه متحف الصعيد في مصر عندنا متحف الحضارة عندنا متحف المصري الجديد يعني فيه شغل بيتم في المتاحف بس الشغل ده متأخر يعني كمفروض الحاجات دي تتعمل مثلاً من 50-60 سنة هذه المتاحف عشان نبقى بنستشرف المستقبل يعني بس النهاردة يعني أنتصل متأخراً خيراً من قلة تصل تماماً بس عايز أقول له حضراتكو العالم بقى بيروح لفين يعني مثلاً دولة زي سنغافورة مهتمة بالمتاحف بس أكيد سنغافورة ما عندهاش أثار زي مصر فيعملوا إيه؟ عايزين نعمل متحف عشان نخلي الناس اللي بتيجي سنغافورة تروح تدفع تيكت تذكرة وتخشين متحف يعملوا إيه منا؟ يعملوا إيه؟ يعملوا متحف متحف لإيه بقى؟ عملوا متحف لأيس كريم جيلاتي دندورما دندورما يعني بالضبط عملوا متحف دندورما يعني أنتم متخيلين الناس بتخلق أفكار من إيه؟ زي ما حضركم شايفين والناس تخش تتصور حط الصورة اكتب الهاشتاج اعمل اللوكيشن أنا بتتصور في مدحف الايس كريم في سنغافورة دخلت دفعت تذكرة لفت شوية أكلت وايس كريم تصورت عملت الجولة اللطيفة دفعت فلوس ومشيت والبلد دخلت فلوس سنغافورة ده التفكير خارج السندوق ناس بتعمل شغل يخلي فيه سياحة كده كده السايح مش هيجي من بره سنغافورة عشان يروح متحف الايس كريم بس وإنت موجود في سنغافورة مهتم جدا أنك تروح متحف الايس كريم هتروح تجربة جديدة طبعا يعني فيه شغل جديد بره السندوق عشان كده بنقول يعني أن الحركة اللي حصلة في السياحة في مصر أو في الأثار في مصر تحديدا المتاحف وتجديد القاهرة التاريخية والاهتمام بالأضرحة والاهتمام بالقاهرة الفاطمية وتجديد القاهرة الخدوية في وسط البلد ده شغل مهم جدا ده شغل أساسي كان لازم يحصل من 50-60 سنة إنه بيحصل النهاردة ده مهم على التوازي بقى إن شاء الله في الفترة القادمة لازم يكون فيه أفكار خارج السندوق نعم المتحف الايس كريم احنا الجوعة حارة عندنا شوية حيسيح الايس كريم بس تمام مش حنزع لي خبر تاني ده أطول رجل في الولايات المتحدة كان عيش في ولاية منيسوتا وتوفى امبارح عن عمر بيناه 38 سنة قصة الراجل ده إنه تولد في أوكرانيا وكان بيعاني فتفولته من ورم في الهرمونات والغدة النخمية وسافر بلاد العالم عشان يتعالج لكن الرحلة فشلت المهم إنه استقار في أمريكا منه وهو صغير وابتدى يظهر تأثير المرض عليه والأطباء لحظوا إن غدد الجسم عنده بتفرز نمو غير طبيعي في طوله وفي حده لغاية ما بقى أطول رجل في الولايات المتحدة بطول مترين و34 سانتيونس أعتقد اسمه كمان طويل قوي مش هو فوف كوفينسكي واضح إن هو أصله كده يعني من الإسم واضح إنه هو من ناحية يعني إيه؟ هو أوكراني أوه أوكراني روسي حققوقازي من الحتة اللي هناك العب اللي هناك ده هم اللي بيبقوا إسكي في الآخر وبعدين يجور يجور صح أصد يجيب أه يعني ممكن يطلع أصله من هناك وعادة الحاجات اللي زي دي يعني إن ما كنتش غلطان بتبقى في الغالب زيادة في إفراز هرمون النمو فبيعمل ده اسمه العملاقة وفي الغالب يعني بينتهي الأمر بالشخص ده إن لم يتم السيطرة على زيادة إفراز هرمون النمو بالوفاة زي حالة إيجور اللي في الوقت المتحدة في عمر مبكر جدا بالضبط بالضبط فربنا يحفظ الجميع نروح لخبر تاني هو بصراحة يضحك يعني فيه واحد اسمه جون ويسلك الأستاذ جون كان قاعد في مكانه وطلب بيتزاية فالموضوع بياخد وقت يعني نصف ساعة وبالبا ما يعجن ويقرش في فرن وبتاع ف قال يتسلى قال يتسلى وبعدين هو يعني ما شاء الله ما تسلىش هو تسلى على خلق الله راح تطلع على عمود على الطريق السريع وقدام محل البيتزا ومسك التليفون بتاعه والطريق كان ضلمة وعمل الفلاش بتاع التليفون شغله فالعربيات اللي معدية يروح عالب الفلاش فيفتكروا انهم أخدوا مخالفة سرعة تسلى على الناس يعني الفراغ وحش منسيبش لحد وقت ده كان عايز يخش كلية شرطة ويتخصص مجرور وهو صغير بس يعني موضوع تقريبا ما جابش مجموع كلية شرطة وفشل في الاختبارات فقرروا انه يتلع رادار فقرروا انه يتلع رادار بقى اشتركوا في القناة